نادي الزمالك نروح لأخبار نادي الزمالك وفيه أخبار نادي الزمالك مهمة نادي الزمالك لوقتي بيجهز مذكرة قانونية لإرسالها للاتحاد الدولي وقراط القدم من أجل المطالبة بإعادة مباراة فريقه أمام نادي المكولون العرب نادي الزمالك بينتظر موقف الاتحاد المصري والقرار اللي هيصدر خلال أيام وفي حالة عدم موجود قرار لصالح نادي الزمالك هيقدمه شكوة رسمية للفيفا مصحوبة بما حدث في تسجيل الفار والمطالبة بإعادة اللقاء من حق أي حد يعمل اللي هو عايزه من حق أي حد يعمل اللي هو عايزه شهو الرائف دي بقى بصراحة عشان إذا ما قلت لك إيه نحن عايزين نبدأ على خير بإذن الله والأمور تمشي كويس أحمد فتوح زاير أيصر الزمالك شارك في مران الفريق صباح السلساء بعد غياب بسبب ألام أسفل عضلات البطن عانى منها في الفترة الماضية وفتوح شارك فيه جزء من التأسيمة وأصبح مستعد لي مواجهة أرطة سولاري جيبوتي في إياب دول 22 من بطولة الكولون الفيدرالية الأفريقية يوم السبت القادم إن شاء الله باستهد القاهرة الدولي الجهاز الطبي بقية الدكتور محمد أسامة بالتنصيق مع الجهاز الفني بيجهزه اللاعب تدريجيا عشان يبقى جاهز للمباريات فتوح مؤثر جدا دايما غيابه مؤثر ووجوده مؤثر إيجابيا يعني غيابه مؤثر سلبيا ووجوده مؤثر جدا إيجابيا